إلى موضوعنا التالي مشاهدين منذ انفجار مرفأ بيروت في العاصمة اللبنانية في الرابع من شهر آب الماضي ومتزال الأحداث تتوالى في لبنان البلد المنهك اقتصاديا وطائفيا بنفس الوقت فحيث جائحة كورونا تجثم على صدره تطل أزمات الحكومات المتلاحقة والثورة التي لم تخبو منذ تشرين الأول من العام الماضي الحدث الأبرز في لبنان خلال آب كان بعد زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي تحلق حوله المئات من اللبنانيين مطالبين بعدم منح الطبق السياسي الحاكمة المساعدات بحجة أنهم لصوص ووعد أطلقه ماكرون وقتها لإحدى السيدات بأنه لن يفعل ذلك لكن تلك الزيارة في الرابع من آب الماضي فتحت نافذة هي الأكبر خلال السنوات الأخيرة لفرنسا التي تعتبر نفسها وصية على لبنان وقلبت المعادلة في إشارة رآها كثيرون أنها سحب للبساط من تحت السيطرة الإيرانية على لبنان غرد ماكرون وقتها كما تذكرون في تويتر بحبك يا لبنان وجملة من أحد أغاني السيدة فيروز واشتعل وقتها السوشال ميديا بهذه التغريدة التي أصر ماكرون أن تكون باللغة العربية اليوم الأول من أيلول سبتمبر يزور ماكرون بيروت من جديد وفي جعبته جدول أعمال كبير يتصدره الزيارة للسيدة فيروز أكثر فكرة لبنانية يجتمع حولها اللبنانيون لتتحول هذه الزيارة إلى أبرز حدث يخطف الأضواء من جميع لقاءاته الأخرى حتى تلك التي أجراها مع الرئيس ميشيل عون والحكومة اللبنانية والمسؤولين اللبنانيين لم يلبث الإعلام بالحديث عن الزيارة المرتقبة يوم أمس حتى اشتعلت منصات مواقع التواصل الاجتماعي بالصور والفيديوهات والتحليلات ليتصدر هذان الوسمان وسم ماكرون ووسم فيروز يتصدران قائمة الوسوم المتصدرة في لبنان وكما نشاهد الوسمان هما في أعلى هرم الوسوم المتصدرة في لبنان وما زالا حتى ساعة إعداد هذه المادية نلاحظ أيضا معهما هناك مجموعة من الهاشتاغات الأخرى منها الرئيس الفرنسي وقصر بعبده وماكرون باللغة الإنجليزية وفي الصدارة طبعا ماكرون وفيروز ويمكن رصد آلاف التفاعلات على موقع تويتر على هذين الوسمين كما نتابع السوشال ميديا اليوم مليئة بصور فيروز والرئيس الفرنسي صور الرئيس الفرنسي مع فيروز كانت الأعلى تداولا منذ ظهيرة اليوم وحتى الآن فها هي فيروز تطل في بيتها البسيط وتضحك للمرة الأولى في صورة منشورة كما يقول رواد مواقع التواصل الاجتماعي التفاعلات كبيرة جدا على خلفية هذه الزيارة خاصة أن ماكرون كان قد قلد السيدة فيروز أرفع وسام فرنسي وهو وسام جوقة الشرف من رتبة كومندور هذا هو الوسام في يد الرئيس الفرنسي في المقابل شكرته فيروز وقدمت له بدورها هدية إذكارية قيل إنها لوحة فنية بحسب الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية التكريم والوسام ونوع الوسام كل ذلك سابق لم تحدث في التاريخ وهذا كان حاضرا في تفاعلات المغردين فعادة ما يحضر المكرم إلى بلد التكريم ولكن ها هنا أتى ماكرون إلى فيروز في قرق للأعراف المعمولة بها وخاصة هذا الوسام وسام جوقة الشرف أو ما يعرف بليجيون دونير هو وسام فرنسي أنشأه نابليون بونابارد عندما كان القنصل الأول للجمهورية الفرنسية الأولى في التاسع عشر من أيار مايو عام الف وثمانمائة واثنين وعادة ما يتم تكريم الأشخاص بهذا الوسام في باريس في قصر جوقة الشرف الواقع على الضفة اليسرى من نهر السين كما هو معروف لكن اليوم خرج ماكرون عن الأعراف وخرج من بيت جارة القمر فيروز في منطقة أرابيا اللبنانية وبيده باقة ورد ليواجه مئات المتظاهرين المنتظرين في الخارج الجميع يردد لا نريد حكومة فاسدة لا تدعم القتلة والعديد من الهتافات التي رددها المتظاهرون أمام ماكرون عندما خرج من منزل السيدة فيروز دعونا نتابع جزءا من هذه الوقفة ونعود الناس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر يقول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن كل ما في هذه الزيارة هو أمر استثنائي خاصة إذا ما عرفنا أن سماء لبنان احتضنت هذه الدورية الجوية الفرنسية المعروفة باسم دورية فرنسا وهي عبارة عن فريق استعراض جوي تابع للقوات الجوية الفرنسية وتعود أصول هذا الفريق إلى العام 1931 ما يجعله إحدى أقدم الفرق الاستعراضية في العالم ويتكون هذا الاستعراض من ثمانية طائرات الفجد فرنسية تقوم عادة برسم العلم الفرنسي في الأجواء لكن هذه المرة حلقت هذه الدورية دورية فرنسا في سماء لبنان ورسمت العلم اللبنانيين نتابع هذا الفيديو الذي نشرته وكالة رويترز غرد مرة أخرى ماكرون بالعربية في حسابه في تويتر وقال أقول للبنانيين إنكم كإخوة للفرنسيين وكما وعدتكم فهاء أن أعود إلى بيروت لاستعراض المستجدات بشأن المساعدات الطارئة وللعمل سويا على تهيئة الظروف اللازمة لإعادة الإعمار والاستقرار وأيضا زرع ماكرون أول أرزة في محمية جاج قضاء جبيل لأنه بذلك قد غرس أول أرزة في المئة الثانية من مئوية لبنان الكبير بحضور أطفال اللبنانيين في رمزية كبيرة لمستقبل العلاقات اللبنانية الفرنسية في المستقبل العديد من التغريدات طبعا كما قلنا والكثير من التفاعلات كانت في مواقع التواصل الاجتماعي سنرصد بعضها الصحفية ديانا مقلت تقول توظيف سياسي واستفادة من تناقضات لتسجيل نقاط ربما يمكن تحليل خطوة ماكرون تجاه فيروس باتجاهات صحيحة عديدة لكن الأكيد أن حالة نوستاليجيا اجتماعية لا واعية تضربنا في العمق هنا في لبنان منذ الأمس أستمع إلى أغانيها مع فائض حزن ورغبة عميقة بالتأمل بصور قديمة وتحاشي النظر إلى اليوم أما كارل فيغرد قائلا ماكرون صار عم يجي أكثر من الكهرباء ساخرا طبعا أيضا من التغريدات الإعلامي نشان يقول فخامة الرئيس يزور جلالة الملكة نعم فيروس ملكتنا رؤية وجهها وسام لزائرها أما أسعد فيقول في هذه التغريدة إذا ماكرون بيحب فيروس فأعتقد أن ترامب أكثر ميلا إلى ستيل علي الديك في فيسبوك كتبت الفنانة أميم الخليل يرقص ويبكي قلبي لرؤية فيروس تضحك صمدت وننهار صمتت ونحكي صورتها وفاؤها أحبتها أحبها عفوال لأنها وفية أما في المنشور التالي ليباسل فيقول حل الرئيس الفرنسي ماكرون ضيفا على السيدة فيروس في بيروت ونقشاسه الفهم الحاصل بموضوع تعاء ولا تجي وتم الاتفاق على أن يزورها كل سنة مرة لأنه حرام ينساها بالمرة هذا جزء من التفاعلات على زيارة الرئيس الفرنسي ماكرون وهناك ضعف الضعف موجود إلى الآن على مواقع التواصل بدنا ثلاث حلقات على التفاعل تستهل يعني فيروس نعم